السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم عزائي المتابعين بس كيفني معكم أول ما فتحت الفيديو عبيت هيك أبخركم ومشان ربنا يحفظكم طبعا اللي بحفظ أولا وآخرا هو ربنا سبحانه وتعالى والقرآن الكريم ولا تحكولي بخور ولا تحكولي غيره بس هيك أمزح معكم البيت بس هيك ألطف الأجواء وأغير مريحة البيت وأعطي هيك جو نفسي حلو للبيت علشان بس هيك الواحد يبلش نهاره وهو هيك مبسوط ومنتعش والأجواء تكون حلوة إن شاء الله رب العالمين أول شي راح أحكي لكم إياه إنه أنا بعتذر منكم كثير وشكرا شكرا 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 من كل قلب بحكي شكرا لكل واحد سأل عني وعن سبب تغيبة اللي بقدر اللي بقدر أحكي لكم إياه إن هذا هو ظروف يعني قوية جدا والله هو غصبا عني ظروف جدا صعبة مرينا فيها يعني شو شو ما أنتوا لحالكم حلل ورح بتعرفوا شو هي شو فيه أصعب أشي ممكن يبعدكم عن الناس اللي بتحبوهم هو هذا السبب يعني ما بقدر أحكي أكثر من هيك ونتوا عفاهمين علي المهم اليوم إن شاء الله أنا راح أخذكم معاي رايح أفوتكم على بيتي ورايح أصحبكم معاي على المطبخ ورايح أعمل أنا وياكم فطور شعبي متواضع جدا طبعا هذا الفطور إحنا ما بنعمله في أي وقت هذا الفطور بنعمله بس في الأوقات مثلا نكون مثلا الفطور يعني يعتبر اسمه الفطار متأخر وفيما بعد إذا استطعت ممكن إني أعمل معكم إشي تاني غير الفطار كبداية بجوز أنتوا تتعجبوا طب أنت بتحكي بديك تعملي فطور وعمالك بتقطع في القرنبيط إيش بديك تعملي منه هذا يا أخوات العزيزات هو عبارة عن روتين هذا الزهرة إحنا عنا بنعملها منو كلها مقلية وهي عبارة عن عشق طبعا مفيدة جدا الأطفال بيحبوها واليكبار بيحبوها بنكليها وبنحط عليها بس سماك مثل ما رايحين تشوفوا كمان شوي شوي تملاح وتصار جايز أنا مش عم بعلمكم كيف تعملوا القرنبيط ولا عم بعلمكم كيف تعملوا البطاطا المقلية حكت لكم أنا مستضيفيتكم عندي في البيت وحبيت بس إني يعني هيك عشان أشارككم روتيني اليومي حتى الجلي يعني طبعا مش عم بعلمكم انتوا كيف تجلو انتوا كلكم تعرفوا تجلو كلكم تعرفوا تعملوا كل إشي ما شاء الله عليكم يعني أنا بشوف على قنوات كتير ما شاء الله عليكم عم جات فعلا ترفع لكم الكبعة كل إشي ببيوتكم حلو مرتبين ضيفيين مرتبين حلو ما شاء الله عليكم المهم طبعا البطاطا يعني برضو بدأحكي لكم قفنا نعمل البطاطا خلنا نحكي في مواضيع تانية المهم اللي بدأحكي لكم يا انتوا طمنوني عنكم انتوا كيف عاملين كيف عاملين مع هالأجواء أجواء اللي هي يعني شبه ربيعية احنا شهر واحد احنا في شهر واحد سبحان الله العظيم ولكن اللي بيشوف الجو هذا جو ربيع طبعا هذا كله بيعود لإيش بيعود بسبب الانقلابات في الطقس بسبب الاحتباس الحراري للأسف وهي عم يأثر علينا وبأثر على المحاصيل الزراعية يعني بدي أحكي لكم انه أنا إلي زارعة نباتات من وين تا من أول الشتوية بس للأسف ليش لأنه في لسه فيها درجة الحرارة ستا مرتفعة عم يتأثر هاي نباتات شتوية فطبعا ما بتتحمل درجة الحرارة المرتفعة فشو اللي بيصير اللي بصير يأما إنها راح تدبل يأما إنها راح تكون ضعيفة فاليوم الكل بلجأ لطرق الزراعة اللي هي في المحميات اللي هم بتحكبوا فيها في درجة الحرارة طيب ما علينا من هاي الموضع كلياتها إن شاء الله يرحمنا برحمته وإن شاء الله هيك هال يعني هال الجو بتحسن وربنا بنزل علينا الخير ويعم الخير على الجميع إن شاء الله طيب هون رايح أحضر معكم طبق الفول أحكولي أنتو كيف بتحضروا بتفضلوا مع طحنية ولا بدون طحنية بتفضلوا مع ثوم أو من غير ثوم بتحطوا عليه فلفل عفوا ولا ما بتضفوله فلفل حار إحنا طريقتنا كالتالي بنحط ثوم وبنحط فلفل طبعا ممكن أحط فلفل وممكن أحط شطة ممكن ما أحطش ولا فلفل ولا شطة حسب عشان إذا مثلا الأطفال يعني يقدروا يأكلوا منه بس لأنهم ولادي كلهم يكبار وبنتي الصغيرة أصلا ما بتوكل فول فأحط فول وأنا يعني بكل ثقة بحط فول ما بهمنيش فول ثوم ليمون ورايح أضيف كمان آخر شيء مش حسة يعني هاي اسمها التتبيلة الفول راح أضيف آخر شيء بس يا دوب يعني شوية طحينية ما راح أكثر هون الفول صار عندي جاهز رايح أنزل عليها التتبيلة اللي مرتبة هاي الحلول على كيف كيفكم ورايح أهرسهم كثير منيع مثل ما أنتوا شايفين وهيكا بيصير معانا الفول جاهز خبروني أنتوا بتحبوا الفول بهاي الطريقة ولا بتحبوا بطريقة ثانية ولا بتحبوا معثلا احكوا ليشو طرقكم خلينا هيك نأخذ يعني نتعلم من بعض ونشوف طرق بعض يعني ممكن والله الواحد بأخذ خبرة من اللي حواليه مش غلط والله مش غلط طيب هيك الفول صار معاي جاهز بس طلت عنا اللمس الأخير إضافة الأخيرة اللي هي إحنا يعني مش كلياتنا بنعملها اللي هي أنه إضافة الطحينية في شي بضيف وإشي لا من ضمنهم زوجي زوجي من الناس اللي ما بيحب يضيف الطحينية بس بما أنه في الشغل الله يعطيه العافية يا رب ومش راح يوكل منه فيعني بحضر له إياهنا بطريقة أنه ما بحط له عليه الطحينية طيب وهي الفول صار عنا جاهز والبطاطا صارت عنا جاهزة وهلا يجا دور الزهرة المقلية طيب أنتو بتعملوا مثلنا هيك ولا لا إنه دائما بتقلوا الإشي اللي طعمته بتطغى على الزيت في آخر إشي ولا بتقلوا كل إشي لحال ولا كيف طريقتكم في القلي أنا بصراحة من إحنا هيك طريقتنا إنه إحنا بنكل أول إشي في البداية البطاطس بعدين بنحط وراها الأشياء الثاني اللي هي مثلا البتنجان أو الزهرة أو إشي تاني ليش؟ لأن البطاطس ما بتأثر على الزيت ولا بتغير من طعمه ولا بتأثر على طعم الشبتان اللي راح ينقله يعني مثلا الزهرة أو البتنجان أو غيره إنما بالعكس لو إنه أنا قليت الزهرة ورجعت بعدها قلات البطاطا لا رايح البطاطا تطعم وصير طعمها مش ذاك ومش راح يردوا أصلا اللي أولاد يأكلوا منه هلا شوفو لكم على هاللوحة الفنية هيك صباح لوحدك مزاجه عالي وجاي على باله يتفنن ليش؟ علشانه المشتركاته العزيزات في الفطار فما بنفعش من قيمتكم لازم إني أعمل أحلى أرتب الأطباق وأزينها لعيونكم وأخليها من أحلى ما يمكن طيب وهي الخضار صارت عندي جاهزة وهس أحلى كاسة شاي وهي الزيتونات اللي حكت لكم عنهم على كيف كيف كوم زيتون لون أخضر على أصفر بجنن طعم من أحلى ما يمكن طبعا هاي على طريقتنا إحنا هون في البلاد اللي بتحب اللي بتحب تتفضل وتشوف الطريقة الطريقة موجودة عندي في القناة بنضمان لكم يطلع عندكم الزيتون من أحلى ما يمكن بس بتوقع أنه حاليا ما في أصلا زيتون خلص انتهى موسم بالزيتون لأنه يعني هو سبحان الله زيتون بيبلش من شهر تسعة وبيخلص يعني مثلا لنص تناش بعد هيك خلص يعني حتى بعدها الزيتون شو بيصير فيه بيصير يخرب خلص ما في مجال إنكم لا تعملوا مخلل ولا تعملوا زيت ولا إشي خلص سبحان الله بيخلص بنسكر على الزيتون بيصير نعمل عد مخللات ثانية بالمناسبة جهستوا إشي لرمضان جهستوا مخللات رمضان أنا والله لحد هلأ ما عملتش إلا مخلل اللي فت وإن شاء الله بس لا لازم لازم إني أحضر شوية هيك خيار على شوية فأنتوا حكولوا شو جهستوا شو عملتوا للإفطار طيب وتفضلوا معاي خلينا نروح نلقط شوية نعنع شو رايكم في النعنعات بالله عليكم كيف في النعنعات ملياس زارعتم والله بنفس بنفس بسم الله ما شاء الله بدأ أحكي لكم شغلة سبحان الله العظيم كل سنة في هذا الشهر النعنع بيكون مفيش نعنع بس لأنه حكتلكم الجو السنة متقلة ودرجة الحرارة شوية عالية سبحان الله موجود متواجد لحد الفلفل مش مفروض هل يكون فيه فلفل بس سبحان الله موجود كمان مثل ما حكتلكم لأنه درجة الحرارة نسبيا تعتبر عالية وهي بس بوستي بتحكي لكم مرحبة وبتتدلل علي مش عاشي بيديها بصرحة طيب وبنحط هنا عاد في جوة غلاية الشاي وهيك الشاي صار عندي جاهز يلا كل واحد جيب كاست ويجي يشرب بمزح معكم المهم في أحلام كاست الشاي هيك مع الإفطار خصصا هيك تكون حمراء ويكون حلاوتها مثلا المعتدلة طيب هون الإضافة اللي بحكي لكم عنها شايفين هذ هو السماك طبعا كلكم بتعرفوا السماك رايح أضيف عليه السماك وملح وهلا شوفوا بناتي كيف راح يستلموني ما ما حط لنا ليمون ما ما عصر لنا ليمون زكاوته إيش زكاوته لما ينحط عليه ليمون طبعا بجوز في ناس ما بيحبوا مع ليمون في ناس ما بيحبوا مع السماك في ناس بيحبوا هيك حاف ولا إشي يضيفوا عليه بس إحنا شخصيا بنحبه إنه نضيف عليه ليمون وخذوا لكم على هالحركات بس علشان إيش أعمل يعني هيك حركات للفيديو إنه كيف أنا عم برصوا الصحون وبرتب فيهم مش عارشوا لا لا صدقا أنا بحب يعني يشوفوا دعيكم صراحة سبحان الله بيحكوا العين بتوكل العين بتوكل قبل التم سبحان الله وهذا المقولة أنا بصدقها وأنا كأم وعندي أطفال بحب إني أشجعهم مع الأكل فأنتوا يعني لاحظوا وإنتوا من حالكم يعني لما بتحطوا الأكل كيف ما كانوا تشوفوا هيك الأولاد كيف بيوكل لما بتكونوا هيك مرتبين لهم هالصحون مرتبين لهم يا وحطين لهم هالشاي وهالكسات ويعني إيش معتبرينهم أنتوا ضيوف مش أنتوا معتبرينهم أولادكم لا اعتبروهم ضيوف ويلا يا ماما تعالوا افطر شوفوا الأجواء شوفوا هالطاقة الإيجابية هيك على الصبح بتكون ما أهلاها اللي بيجوا هيك بوكلوا وهم مبسوطين ومتشجعين وماشاء الله عليهم هلا بلشت الحفلة هلا هلا بلشت الحفلة شوفوا هلا كم مرة رح يحكولي حطي لنا ليمون حطي لنا ليمون يعني مع كل لكم سبحان الله لازم يعصروا عليها يعني بدهم ثلاث حبة لمون مع حبة هالزهرة هاي الحبة شوية القرنبيت اللي قلقتهم هدول لكم حبة بس مش مشكلة تخيلوا أنتوا حديد وفيتامين سي شوفوا الفوائد شوفوا الفوائد يعني كيف أنه أنا شجعتهم إنهم يوكلوا الزهرة اللي كان من الممكن أن تضله في التلاجة أشهر محل يطلع عليها طبعا حكت لكم مكلوبة ما بيحبوها الزهرة وصواني ما بيحبوها هاي هي الطريقة الوحيدة اللي الولادة بيتقبلوا فيها الزهرة طبعا بناتي تحديدا بناتي مثلا ابني لا ما بيحبهاش نهائيا لا مقلية ولا مطبوخة ولا بأي شكل ولا بيحب رحيتها حتى سبحان الله يعني هاي أذواق يا صباح اللي في حالكم أعزائي المتابعين حبيت هيك أطلع عليكم الفيديو جديد من حطيقة المنزل ومن عند البطاطا اللي ساق هاي بلاشتتطلع الحمد لله شوفين معاي هاي بطاطا زراعتها هاي بطاطا شوفين كيف هاي بلاشتتطلع الرغم من انه والله مش كتير ناجحة يعني عندي هون هاي الأماكن ما طلع فيها مش عارفي شو السبب ليش ما طلعت الحبات اللي هون يعني مش كل الأماكن تفرض انه هاد كله تفرض هاد كله يكون طالع فيه كله كله بس مش طالع فيه شايفين هاد هون كل هاي بطاطا كنا مزروعة بس هاد هو الوحيد اللي طلع اتوقع انه الحب خرب سبح عليكم فيها ما شاء الله الجو هون الخس ما شاء الله ما شاء الله نضيلكم اياه كل الوحيد بس بده شغل كتير لازم يتنظف كل هاي الحشائش اللي حب طيب هون كمان تعرف ارجيكم على بروكلي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله طبعا هاي شوف ده احطيكم شغل هاي البروكلي من السنة الماضية زرعتها بس ما خلعتهاش تركتها حكولي انه بيرجع بيجدد بيعمل يعني لو انا زارعه اللي كان لسه صغير ويدوب بلش يعمل بس لانه من السنة الماضي ما شاء الله صار عامل شايفين كيف تعرفين فوائد رهيبة البروكلي شاء الله هون في عند السبانخ برضو مش كتير للأسف يعني باتمنى انه ينجح بده كتير شغل بده شغل وبده تنظيف هاي الحشائش كلها قاعد بتشارك السبانخ في الغذاء ها بعد التنظيف هلكت هلكت يا جماعة الخير والله شو تعبوني ولا ننظف فيهم بكف كمية الاشواك بس المهم النتيجة ما شاء الله كم كم يوم هيك بنعنشو نفرجيكم يوم كيف راح يصيرو نفرجيكم كمية الحشائش اللي طلعتها شايفينا كل هاي اللي عند الحيرت كل هاي اللي حشائش طلعتها من الارض منها السلام بكرا هيك نعمل شوية فطائر زع سبانخ ولنعملنا هيك اكلة سبانخ مرتبة شتوية على كيف كيفكم تعالي تعال يا سونا صباح الخير صباح الخير ايش ايش مارك جواني